ممكن يعني ناس كتير جدا بتبقى مش عارفة ان ولادها عندهم بعض المشاكل او السلوكيات النفسية الخطيئة وبتكتشف ده في اول سنوات الدراسة تعليق حضرتك حقيقي احنا بس بمشكلة ان احنا مؤخرا اخر السنين في عياتنا بدأنا نحط الاطفال في حاجات مش مناسبة لسنهم بدل ما نعرف احتياجاتهم في المراحل مثلا زي الطفولة مبكرة حد 4 سنين من سفر 4 سنين طفولة متوسطة من 6 لحد 8 من 8 لحد 10 احتياجات كل مرحلة فاحنا بنتغافل في اول خمس سنين من حياته نعرف ايه احتياجاته احتياجاته دي تمية مهارات يعرف المجتمع اللي حواليه يبدأ المهارات اللغوية والحاصيل اللغوية ان هو يندمج مع المجتمع ان انا اهيئه حتى اللي هو يتعامل مع المجتمع بشوف ايه المظاهر او الحاجات اللي ممكن تحدث عليه زي عنده مثلا اعراض انعزالية انطوائية عنده سوق تغزية فابدأ في ايله الرأي كده في مشكلة انا مش بتابعه انا بسيبه الاسف قدام حاجات كتيرة جدا مختلفة مش هزيبه بيكونه مباس موبايل او انا مش بتابعه بشكل المهم او الاكسريم تماما الحماية الزايدة او بنسميه هيركوبتر اللي انا دايما باهتم بيه بعمله كل حاجة فيا اما بصنع طفل اتكالي اما بصنع طفل عنده مشاكل سلوكية فانا تغفلت عنها عشان انا مش عارفة اقيس مدى تقدم تنمية مهاراته مع الوقت مع امرون الوقت بيبدأ يخش المدرسة فانا صدمته الصدمة الاولينية صدمت المدرسة فانا بقوا حظي انا ما نميتش مهاراته الاولينية فلو كان عنده صعوبات تعلم انا فيه حتة كبيرة جدا قد زي ما بتحصل الاولات انت بتتدلع انت مش عايز انت بتكره المدرسة ممكن عنده سلسكة او تسكرافيا او صعوبات حساب او ممكن يكون عنده مشاكل في ميقاش السمع الليفل التاني هو مهايبر فهتيفرق اوي ان انا يبقى هايبر اكتف او هو اي دي اتش دي فالتصنيف الخطأ هتبقى مشكلة كبيرة جدا ابتدي بقى اكتشف ده مؤخرا انا هو اديه الدكتور بعد ما مفروض انا كنت تعرف الكلام ده من البدر مزبوط فالاكتشاف المتأخر دي مشكلة ليه عشان لو هو كان عنده الترباط وجماعة الترباط دي سهل جدا من هو صغير قد يحدث حالة طلق فهو هيكون متأثر ممكن يكون فيه خلافات زوجيه كبيرة جدا قد يكون تعرض لاي نوع من انواع العنف قد يكون تعرض لاي نوع من انواع التنمر هو حزب غيرة هو فيه مقارنات مستمرة احنا بنقص عليه فحاجات دي كلها سهل جدا بنسميها صدمة بسيطة وصدمة بسيطة مع الوقت بتبقى ليها ظواهر انا برضو بتغفل عنها ده ده لزة صغير ده بينسى لا ده عادي موضوع يعدي مروري الكرام لحد ما واكتشف ان ابني اصبح شخصية عنيفة او شخصية طوئية وبرده بقول لا ده عادي لحد ما عمره الوقت قد يعني جيمس ده واحد امريكي تحول لمجرم عده 12 سنة واعتدى على 20 طالب زميله كانوا من انواع الاسخاط وموتهم كان نفس الكلام على الانطوئية على الانعزالية الاهل تغفلوا تماما قال له ده طفل صغير ما فيش مشكلة خالص لحد ما تمه 12 سنة نجوز دفاعي بدأ يتلزز بالعنف من غير ما حد ياخد بهله يجب� بشكل عزيز